اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي طوال 11 سنة التي مضت منذ احتلال العراق عام 2003 حتى اليوم كثير من الدراسات الكثير من المؤسسات والحكومات والمؤسسات الرصينة سواء سياسية واقتصادية واجتماعية تحدثت عن أن الكارثة في العراق كارثة كبيرة وأن من يحكمون العراق هؤلاء لا يستحقون أن يحكمونه هؤلاء لن يستطيعوا مساعدة العراقين وما جاءوا لمساعدة العراقين ولن يستطيعوا بناء دولة هؤلاء جاءوا للتخريب والتدمير قبل أيام صدر تقريرين ربما في نفس الفترة واحد من المعهد السويدي لشؤون الدولية وهذا معهد محترم ومعهد يعني مرموق ومعروف والآخر عن مجلة فورين إفرس اللي هي الشؤون الخارجية الأمريكية تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية تقريرين صدرا تحدثا بنفس الاتجاه أن يعني يتحدث مع العراقيين باللغة بالنتيجة عندما تقرأ التقريرين عندما تقرأ ما تحدث عنه المحج السويدي لشؤون الدولية ومجلة فورين إفرس ستجد أنه إجابة ستجد هناك إجابة على سؤال كبير هل سيحدث تغيير في العراق أم لا تغيير في العراق والحقيقة الإجابة واضحة في كل دراسته لا تغيير في العراق رغم كل الوعود هذا ما توصلت إليه دراسة المحج السويدي شؤون الدولية وهذا ما توصلت إليه مجلة فورين إفرس في الفترة الأخيرة هذه توصلت إليه الكثير من الجهات طوال إقصاطها ع السنة لكن هذه في الفترة الأخيرة المحج السويدي شؤون الدولية تحدث عن أنه رغم الوعود رغم الكارثة رغم هذه الانتخابات التي أقول المبكرة لكن واقع الحال هو لا تغيير ما زالت سطرة الميليشياتية الأعلى ما زالت ممسكة الميليشيات والسلطة محاسبة القتلة لن تحصل ولم تحصل القضاء مسيس ومحاصر ومملوك لقوى تستطيع أن تدفعه بالاتجاه التي تريده خارطة الفقر في العراق تزداد خارطة العطال والبطالة في العراق تزداد خدمات كلها تنهار كل البناء التحتية تنهار في العراق لا مجال للتفاؤل في حاضر ومستقل العراق هذا ما توصل إليه المعهد السويدي شؤون الدولية حتى بعثة الاتحاد الدولي الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أخيرا أصدرت يعني تقرية حدثت عن هذه الانتخابات يسموها انتخابات مبكرة قالت أن هذه الانتخابات التي تجرت في عشرة تشتين الأول عام 2021 قالت هذه أنها لا شفافية ومبيئة مصداقية غالبية العراقين قاطعوها 85% من العراقين قاطعوها لكن لم تهتم هذه القوى السياسية الحاكمة العراق بهذه المقاطعة ولم تعتبر أن هذه الانتخابات غير شرعية بالعكس تتبجح والدول تعترف بهذا النظام وتبجحهم أشياء الأمور باتجاه تشكيل اليوم مشكل حكومة ومشكل حكومة أكثرية وأقلية وهي كل الانتخابات غير شرعية وكلها مملوكة لقوى وميليشيات السلاح كان يؤثر على الميليشيات أثرت حتى على القلة القليلة من من راحوا للانتخابات أثرت عليهم السلاح والتهديد والابتزاز وما للسياسي ما للدولة شاركة في الانتخابات وشاركة في دعم الأحزاب والقوى هذه الحقيقة مجلة فورين إفرس تحدثت أنه يعني ليس للعراقيين ثقة بالعملية السياسية تحدثت عن العملية السياسية هذه التي أنشاه الأمريكان وهذه المجلة مجلة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية يعني من فمك أدينك حدثت أن العراقيين ليس لديهم ثقة مطلقة بالعملية السياسية رفضوا التصوير في الانتخابات لم يشاركوا فيها آخر انتخابات 2018 رفضوا أن يشاركون في آخر انتخابات كانت أعلى نسبة من الرافضي لهذه المشاركة أعلى نسبة في تاريخ العراق من المشاركين أكثر من 95% من العراقيين لم يشاركوا في الانتخابات لعدم ثقتهم بالعملية السياسية بحزابها وبقواها وبكل مخرجاتها فبالتالي الانتخابات العراقية يعرفون أنها لن تحقق الديمقراطية لن تحقق خرفها لن تحقق الاستقلال العراق لن تحقق سيادة العراق لن تؤتي بالحقوق للعراقيين لن تحاسب القتلة لن تقدم الخدمات لن تحاسب الفاسدين لن توقف الفساد لن توقف الخراب والدمار الذي في العراق وبالتالي نظام السياسي نظام فاسد هكذا يراه الشعب العراقي غير خاضع لا المساءلة ولا للتدقيق ولا للرقابة لذلك كانت نسبة المشاركة هي نسبة المقاطعين للانتخابات هي أعلى في تاريخ العراق وبالتالي العراق حقيقة كارثته تكبر حجم الكرة الثلج التي تتدحرج من قمة الجبل إلى الأسفل كبيرة جدا وتسحب معها وتسحق العراقيين مع الأسف الشديد كل هذه الأزمات كل هذا الخراب يسحق بالعراقيين يدفع أهل العراق الفقراء الشرفاء العراقيين الحقيقيين هم من يدفعون هذا الثمن يدفعونه من دماؤهم من أرواح ومن حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم ومستقبل الأجيال القادمة ومستقبل بلدهم ومستقلاله وكرامته بحجج واهية وحجج طائفية وشعارات طائفية ولغة مائعة ولغة كاذبة وعود كاذبة وتغيير وقر تغيير لا وجود لهذا الموضوع وهؤلاء يعترفون وأهل العراق يعرفون يعرفون هذه الحقيقة قبل أن يعترف بها المحاج السويدي لشؤون الدولية قبل أن تعترف بها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات قبل أن تتحدث عنها مجلة فورين إفرس قبل أن تتحدث عنها البنك الدولي قبل أن تتحدث عنها الحكومات واقع الحال هو من يعلن عن نفسه ويقول أن العراق هي كارثة كبيرة وهؤلاء أدوات لهذه الكارثة وهؤلاء الذين يحكمون العراق جاءوا لتدمير العراق ولا يمكن أن يكونوا أدوات للبناء والكارثة بهم والخل البنيوي ويجب أن يزال بإزالة العملية السياسية وبيزالة كل ما يرتبط بها مدخلات أو مقرجاته ودستورها وكل قوانينها ويعاد تأسيس العراق على أسس وطنية على أسس مساواة أسس الحقوق بين العراقيين وبعقول وبإرادة وبقلب ودماء عراقية ليس بهؤلاء الذين خانوا العراق ودمروا العراق وجاءوا من أجل تدمير العراق هذا واقع الحال الحقيقة وهذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة أترككم بخير ولتقيكم في حلقة النقر وإلى ذلك الحين استوليكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة